لا بد للإسترخاء أن يكون أحد أهم الأسباب المضادة للتوتر والقلب وقد عرفته معظم أشعوب منذ وقت طويل واكتشف العالم الغربي أهمية الإسترخاء حيث استطاع تطوير بعض البرامج والأساليب الفردية والجماعية والأجهزة والتي نتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي دعونا نتابع الإسترخاء هو أحد أهم الأساليب العلاجية التي تقلل من التعب والتوتر وتساعد على التعامل مع دغوطات الحياة اليومية سوى في العمل أو المنزل كما أنه وسيلة علاجية طبيعية ناجحة لجسم الإنسان أساليب الإسترخاء عديدة يمكن أن نستخدمها في المنزل وهي التدريبات البسيطة التي تقوم على إراحة الجسم والنفس والتخلص من الطاقة السلبية ذلك عن طريق التنفس العميق وإرخاء العضلات أو عمل مساج يمكن إحتساء المشروبات العشبية الطبيعية المهدئة التي تمد الجسم بالعديد من الخصائص الصحية والمركبات النباتية المفيدة كما يمكن استنشاق روائح العطرة لتهدئة الأعصاب إذن لا يختلف اثنان على أن ممارس التمارين اليوغا لها فوائد عديدة في ترخيء وبظلها على من يمارسها بانتظام لذلك فاليوغا تساعد الإنسان على الاسترخاء الجسدي والنفسي وتحد من التوتر اليومي وتخفف من القلق الذي يشعره بالتوتر لذلك فهي باختصار تحقق الانسجام بين الجسم والعقل والنفس وهي رياضة لا تحتاج إلى معدات ويمكن ممارستها في أي زمان ومكان وتناسب مختلف الأعمار والحديث أكثر عن أهمية اليوغا يسعدنا بأن يكون معنا في الاستوديو مدربة اليوغا مونيرة عبدالله أحمد أهلا بيك يا هلا مرحبا حياكم يا مرحبا بيك نصبحك بالخير واليوغا والتمارين اليوغا فوائد اليوغا خلنا نقول يعني أبا أتعرف في البداية معاتش على اليوغا ولماذا نمارسها اليوغا رياضة قديمة جدا تقريبا من خمسة علاف سنة يعني قديمة منذ القدام هي رياضة هندية تمام لكنها اليوم انتشرت على أكثر من مئة نموذج في اليوغا بشكل مختلف اليوغا عبارة عن اتحاد الروح الجسد العقل وهنا الفكرة الذكية في هذه الرياضة العجيبة اللي إلها أشياء وأسرار كثيرة اللي من خلال ممارستنا لهذه الرياضة وإلها فوائد كثيرة سواء فوائد نفسية أو فوائد جسدية وحتى فوائد للعقل واليوم من الأسرار اليوغا اللي وصلنا فيه أن وصلنا لدرجة يوغا الحلم يا سلام يوغا الحلم نحلم اليوم نوصل مع يوغا الحلم شو خصائص يوغا الحلم أستاذة ميرا؟ خصائص يوغا الحلم أنه ممكن نحن ندرب أنفسنا لطريقة اليوغا حتى نوصل أن نتحكم بأحلامنا تقنية جديدة وصلوا إلها وإلها تقريبا خمسين بالمئة من الناس قدروا أنهم يتحكمون بهذه الأحلام والله حلم يعني أنا أختار شو أحلم اليوم أختار شو أحلم وكذلك أني أنا أتحكم بحلمي داخل الحلم أني كأنه عندي ريموت كنترول أبدأ أغير وشو اللي أبقي وشو اللي ما أبقي واسافر وي داخل الحلم يا سلام والله شي جميل لازم نتعلمها نتعلمها اليوم معا يعني أنا فشلت في اليوغا بالحلم أو اليوغا وأنا ناشي وانا صاحي فكيف راح أنجح في اليوغا الحلم هذا اللي بي أتكلم عني يعني شفنا كثيرة سيدة منيرا بأنه من جربوا اليوغا دون اللجوء إلى مدربين أو مختصين في اليوغا يقول لك ما استفت أو ما قدرت أدخل في هذا الجو أو كل اللي قريت أو اللي سماعت عن اليوغا ما شفته لما مارست اليوغا فنتكلم عن هذه الفئة لماذا لا يرى الاستفادة من اليوغا أو لماذا لا يدخل في هذه الأجواء اللي ربما اليوغا هي أساس في الاسترخاء وتخلص منها القلب من وجهة نظري أنهم ما استفادوا لأنهم ما تعلموا صح كل شيء أنت تبغي تدخل فيه وتتعلمه لابد أنك تأخذ القواعد صح من خلال عن طريق مختصين هناك كثير من مختصين يعطونك القوانين الصحيحة أما أنا من نفس سيارة أقول والله شفت مقطع في اليوتيوب أو سمعت شخص أبدأ أمارس ما أمارس بالطريقة الصحيحة فبالتالي هناك التدرج هناك تمارين وتطبيقات يومية نمارسها اليوغا مرتبطة بشكل أساسي عن طريق التنفس سبقنا نتكلم عن يوغا التنفس كيف ممكن لأن كل حركة في حركات اليوغا مرتبطة بالشهيق والزفير هذه عملية جدا مهمة لأننا نحن عن طريق إدخال الهواء ونطلع نغذي المخ ونغذي العقل وكذلك عضلات الجسم وبالتالي ندخل في المرونة الجسدية وكذلك المرونة الفكرية نعم أستاذ منيرا أعتقد أن الإنسان حتى أن يصل إلى مرحلة معينة إن كانت حتى أن أتينا إلى مرحلة الشبعة ومرحلة معينة قد يأتي إلى أن يرتكز على نقاط معينة إن توفرت المرحلة الغذاء، إن توفرت الغذاء، إن توفرت الراحة فهنا قد يحصل على مرحلة معينة، لكن في اليوغا هل هناك مثلا مرحلة للتأمل؟ مرحلة أو نقطة لوصول إلى نقطة معينة؟ فما هي المراكز الأساسية لليوغا؟ المراكز الأساسية لليوغا مثل ما قلت لك التنفس بالدرجة الأولى رياضة اليوغا رياضة مختلفة يعني كثير الناس يستخدمون اليوغا بطرق مختلفة منها اليوغا التأمل أنا ممكن أدخل في حالات تأمل ممكن أجلس ساعة، ساعتين، ثلاث ساعة، أربع ساعة، خمس ساعة في اليوم تخيلي أنت تجلسين لمدة خمس ساعة تأمل هل نستطيع؟ لا نعم نستطيع من خلال التأمل ممكن إحنا نعالج أشياء كثيرة لأن هناك اليوغا التشافي من الأمراض ومن الأمراض كثيرة أيضا اليوغا الرياضية مثلا الجسد ممكن أنا كيف أعمل رياضة لكن هذه الرياضة ليس لها آثار سلبية ولا إصابات مثل الرياضة العادية لأنها تكون خفيفة وبسيطة تناسب الجميع، تناسب الحامل وتناسب مثلا الأطفال وتناسب كبار السن وتناسب أيضا اللي عندهم إصابات ولكن لابد أن يكون هناك مختص حتى أنك أنت تقدر تمارس هذه الرياضة بطريقة صحيحة وبطريقة تقنية ممتازة ممتازة طيب يعني سادة منيرا أتكلم يعني وأخذت مثال هل اليوغا كانت بالنسبة لتشفارق في حياتك كانت لربما هي صانع لشيء مختلف في داخل منيرا في ممارسة هذه الرياضة وأيقنت بأن يجب أن تنقل هذه التجربة إلى الغير نعم بالفعل مارست اليوغا لما تمارس اليوغا مرة ومرتين راح تدمن اليوغا ليش؟ لأنك خلاص راح تستشعر بالطاقة وتستشعر بإيجابية وتستشعر بأنك تدخل في حال السلام الداخلي لما نوصل لمرحلة السلام الداخلي أي إزعاج خارجي تقول عادي حصل معي فعلا هذا الفرق تصير مشاكل خارجية لكنها فعليا ما تأثر علي بشكل مباشر لأنه عندي راحة داخلية وهدوء وطمأنينة وسلام داخلي اليوم إحنا كلنا بحاجة للسلام الداخلي بعد الوضع أو الأزمة الحالية اللي إحنا عايشين حين في كورونا وكذا ضرور من الضروريات أصبحت اليوغا اليوم كثير حالات تجيني خلال استشارات أقول لهم لا مارسوا اليوغا حتى أنكم تعيشون بطريقة آمنة وسليمة وتخففون شوية هذا الخوف والقلع كذلك اليوغا إذا مارسنا اليوغا باستمرار راح نرفع المناعة في الجسم هذه فكرة جدا ممتازة أن أرفع المناعة وأنها تجعلني أكون في حالة صحية ممتازة وقوية نعم هل هناك أوقات معينة للمارسة اليوغا؟ لا أبدا مفتوحة كل وقت متاح أن تمارسين اليوغا سواء اليوغا الصباحية اليوغا المسائية ما قبل النوم فترة الظهيرة سواء داخل البيت أو خارج البيت لكن بالبداية للمبتدئين أنا أفضل لهم يمارسون اليوغا الداخل في مكان مغلق أو في صالة مغلقة لأنهم يحاولون أن يصلون إلى السلام الداخلي من خلال تشتت العقل لا بد أن أمرن أو أطبق التمارين حتى أعطي تدريبات لعقلي أن لأي تشويش خارجي أنا أقدر أسيطر عليه لاحظت هناك عفوا عمر في بعض جلسات اليوغا بأن تهيئت المكان الداخلي إن كان بالبخور أو حتى إن كان ببعض الروائح العطرية التي بالفعل تحفز التأمل فأهمية هذا التحفيز وأهمية هذا الجو المعمول لليوغا نعم من الضروري أني أنا أهيئ المكان من خلال الشموع الجميلة والإضاءات الخفيفة وكذلك الرائحة اللافندر جدا ممتازة كذلك الموسيقى أنا دائما أحفز أن الموسيقى تكون موجودة خاصة هناك ترددات معينة ممكن أن أستمع إليها وهذه الترددات ممكن تدخل في اللاواع عندي من خلالها أنا أوقف مسألة التفكير اليوم عملية التفكير والضغط النفسي وضغط العمل وكذا يعني شوف هذه الرياضة إذا أنا قاعد أمارس رياضة مع التشتت والدماغ عندي شقال أنا لابد أن أعمل اليوغا للمخ قبل أن أعمل اليوغا للجسد فبالتالي هذه الأمور جدا مهمة وبالتالي ستستمتع ستدمن الشغلة ممتاز فيه يوغا فردية وفيه اليوغا الجماعية أيهم الأفضل؟ طبعا يعني لا يوجد فرق بين اليوغا الجماعية واليوغا الفردية اليوغا الفردية تخلينا ندخل مع عماقنا اتصال اليوغا عبارة عن اتحاد الجسد والروح والفكر أنا هنا في اليوغا الفردي أنا أتحد مع نفسي ممكن أدخل في حالة تأمل ممكن أدخل في حالات تشافي أما اليوغا الجماعية هو اتصال بالخارج وكذلك اتصال مع بعض أنا خلال فترة الحجر المنزلي طبقت هذا التمارين مع الأطفال في البيت جدا جدا استمتعوا خاصة أنهم مضغوطين ما في طلعات ما في مدارس ما في شيء فبالتالي أنهم استنسوا يوغا جماعية الأطفال يعني بدرجة أولى أنا أنصح للجميع أنهم يطبقون التمارين اليوغا مع الأطفال ورح يشوفون أنهم مستعدين بالدرجة الأولى أنهم يمارسون اليوغا نعم لكن كذلك ذكرتي أختي منيرها حول أن هناك بعض الأمراض قد تختفي من ممارسة اليوغا اليوغا فما هي الأمراض التي قد ربما قد تنحسر مع اليوغا عندك ضغوطات نفسية ممكن أن تتخلص من الضغوطات النفسية عن طريق اليوغا كذلك الآلام الجسد مثل الآلام العظام الأروماتيزم ممكن أن نتخلص وتخفف كثير من الضغوطات الآلام في العامود الفقري يعني عن تجربة فعلا تخلص من آلام الضهر والعامود الفقري من خلال التمارين اليوغا لماذا؟ لأن التمارين اليوغا عبارة عن تمدد في الجسم حركاتها بطيئة وبسيطة وفيها تمدد ليس بعكس الرياضات التي هي سريعة والتي يمكن أن تسبب إصابات اليوغا لا لا تسبب الإصابات بالفعل أنها تمدد وتعطي للجسد مرونة أكثر وكذلك أمراض القلون كثير كثير مفيدة للي عندهم أمراض القلون ممكن أن يستفيدون من رياضة اليوغا ممتاز والله أتوقع يعني كثير من الأشياء التي ممكن تنحسر مع اليوغا لها فوادة كثيرة صراحة أنا ما كنت تعرفها أنا الأمانة من المجربين لليوغا ممتاز وكنت أحد الفاشلين في تطبيقها صراحة ما عرفت أو يمكن ما طبقتها بشكل صحيح أو يمكن ما كانت الأجواء مساعدة على ممارسة اليوغا فشفت بأنه يمكن لازم أتعلم شيء ديد أو يمكن اليوغا محتاجة إلى معدات راودتني بعض الأفكار التي كانت سبيل في تضليلي أمانة في أهمية اليوغا في حياتنا ولكن إن شاء الله في المستقبل راح نمارس راح تعلمينه إن شاء الله وتكون اليوغا هي سبيل في أن نحن نتخلص من التوتر والجميل اللي تعلمت منك أيضا اليوم بأن اليوغا مو بشرط لما تكون حاسب التوتر هي ممكن تكون وقايا حتى لما يكون عندك الشعور بالراحة هي راح تقيك أيضا من الشعور لاحقا في هذا التوتر أنا شكر تكل الشكر حضورتك أمتعنا واستفدنا الكثير فيما يخص هذا الموضوع ونشكر حضورتك شكرا لكم يعرضكم ألف حافية ما قصرتي